التزاما بالتوجيه الملكي أعلنت الحكومة أنها سترسل نتائج وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المتعلقة بالجانب التشريعي إلى البرلمان قبل بداية الدورة العادية المقبلة المقررة في الخامس عشر من الشهر الحالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعيطة أوضح خلال لقائه عددا من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات أن الحكومة ستنتهي خلال الفترة المقبلة من وضع خطة تنفيذية للعمل على تنفيذ توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية المتعلقة بتمكين المرأة والشباب وتطوير منظومة تشريعات الإدارة المحلية إضافة إلى مسولة التشريعات المتعلقة بمشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية